مسلسل مليان نجوم ومسلسل مليان مفاجآت ومليان اكشن ومليان كمان اصارة وتشويق وهنقعد من اول حلقة الاخر حلقة عايزين نعرف حل اللغز وهنشغل دماغنا كمان مع الابطال وهنشغل دماغنا مع نجوم العمل مسلسل دوت اللي بنحكي عنه هو مسلسل موعد مع الماضي والمخرج السوري رجع لنا المخرج السوري الصدير مسعود رجع لنا بتحفة فنية بعد ما قدم لنا مسلسل منعطة بقطر سنة عشرين اتنين وعشرين محقق نجاح كبير وكان شكل جديد على الدراما العربية من حيث الصورة ومن حيث الاداء ومن حيث كمان التشويق كان لفل عالي جدا من التشويق كلنا فاكرين النجم باس الخياط وكمان مع باسم سمرة ورهام عبدالغفور وقد ايه تقلقه بمسلسل منعطة بقطر اخراج المخرج السوري السيدير مسعود وكمان مع نفس المؤلف محمد المصر المراضي رجع لنا بمسلسل اسمه موعد مع الماضي للنجم اثر ياسين وابطال كتير كوكبة من النجوم الصراحة موجودة وكمان معنا هنا فيديو تفاصيل العمل بالزبط هنقول لكم القصة وهنقول لكم الكلام على ايه والمسلسل حلو ولا ايه وتتفرجوا عليه ولا ايه لانه هيعرض قريبا هنقول لكم كمان موعيد عرضه ان شاء الله طبعه معنا الفيديو ويلا نبتدي على طول نقول المسلسل دوت بيحكي عن يحيا اللي هو اثر ياسين اللي تم اتهامه ظلم طبعا في مقتل اخته اللي هي هودا المفتي اللي قايمة بدور نادية في المسلسل سبب اتهامه بقت لخته بيدخل السجن لمدة خمستاشر سنة وبيخرج بعد خمستاشر سنة طبعا بيحاول يجيب حق اخته بيحاول يزبط برقته وبيبقى مهتم طبعا ان هو ينتقم ويعرف مين اللي عمل فيه كده ومين اللي عمل في اخته كده طبعا المسلسل بيناقش الاضطرابات الاسرية وبيناقش كمان قضية كتيرة لكن المسلسل في الاساس تشويكي فيه اصارة طبعا وفيه متع طبعا عودين عليها مع مسلسلات السدر مسعوبة البحث يحيى عن الحقيقة وان هو يثبت ان هو مقتل شخص نادية قابل الكتير طبعا من المفاجآت خلال التمن حلقات المسلسل مقاوم من التمن حلقات وهي من اللي هيقابلهم خلال الاحداث طبعا بفننا سبا مبارك الايمة بدور مونة وكمان هيقابل اللي هم علاقة بالماضي طبعا اللي هو محمود حميدة وشريف ريدا الايمين بادوار ياسين وساوسن وطبعا دول اللي عندهم مفتاح اللغز وباين ان هما طالعين هما محور الشر في المسلسل لكن كمان فيه ديوف شرف كتيرة موجودة في المسلسل زي شريف سلامة وزي محمد علاق جمايكا وكمان موجود النجم راكين ساعد طبعا اللي شفناها كلنا في سفاح الجيزة تقلقت بشدة في مسلسل سفاح الجيزة فطبع مسلسل منتظر جدا المسلسل هيكون موجود على منصة ابتداء من شهر اغسطس القادم وهيكون موجود بالبا بواقع حلقتين اصباعيا لان هو تمن حلقات واعتقد ان هو هيعرض على اربع اسابيع كل اصباح حلقتين وهنتفرج ونتابع المسلسل من ضمن اعمال فنان ياسر اسين اللي بيشهد فترة نشاط طبعا بعد ما اشترك في فيلم ولاد رزق تلاتة مؤخرا وكمان وكمان بيحضر لفيلم الشايب اللي تابع ولاد رزق طبعا معلومة اخيرة برضو ان المسلسل مأخوز عن المسلسل العالمي هو كل سارة في الفيديو اعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته